اشتركوا في القناة مقتلوا ستة وثلاثين مصريا في اشتباكات دامية في بورسعيد على خلفية حكم غضائي والمشهد يتأزم مجددا اثبت بان جاد بان الجلسات تعقد في وقتها ساعة تسع صباحا وتستمر حتى نهايتها بكامل نصابها قاعدين نشتغل على ان يكون هناك تطمين للشعب الكويتي وقفة تقييم للبرلمان بلغة اعضائه من النواب بين تثمين المسيرة التشريعية والتطلع الى انجاز حزمة خدمية الصالح يعتبر الاسئلة البرلمانية اداة للترشيد ويبدل استعداد للرد على اسئلة النواب بالشفافية والوضوح جمعية الفيحاء تبادر اهالي المنطقة بخدمة انسانية لنقل المرضى والمعاقين والتخفيف من معاناة كبار السن نشرة الاخبار من الرأي اهلا بكم ستة وثلاثون مصريا حصيلة ضحايا العنف المتواصل في مدينة بورسعيد المصرية وسط تطورات ميدانية متلاحقة فرضت المزيد من التحديات السياسية والامنية وازمت المشهد المصري عقب ساعات دامية من الاشتباكات التي شهدتها المدينة على خلفية صدور قرار المحكمة باحالة اوراق واحد وعشرين متهما في قضية احداث استاد بورسعيد والتي قتل فيها اكثر من سبعين مشجعا العام الماضي الى المفتي تمهيدا للحكم باعدامهم وسط موجة طرابات دامية وبحسب مصادر طبية فقد اصيب بالاشتباكات اكثر من مئتي مصري فيما انتشرت مدرعات للجيش والشرطة العسكرية في شوارع بورسعيد بعد اندلاع اعمال العنف كما ارتفع عدد القتلى الذين وردت تقارير بسقوطهم على مدار يومين من العنف فيما اصيب المئات بجروح في اشتباكات امطرت فيها قوات الشرطة المحتجين بقنابل الغاز المسيل للدموع بينما رشقها المتظاهرون بالحجارة والقنابل الحارقة واعلن مجلس الدفاع الوطني دعمه لقوات الامن مطالبا المواطنين بالمساعدة فيما نفى متحدث باسم رئاسة الجمهورية وجود توجه لحظر التجوال في بورسعيد في موازات اعتبار البرلمان الاوروبي ان الكويت هي المثال الافضل للنظام الديمقراطي في شبه الجزيرة العربية ومنذ ان بدأ مجلس الامة عمله التشرعي في دور عقاد جديد والجميع يراقب ويترقب عمل وانجاز النواب لتقييم المرحلة الراهنة وبالرغم من كل ما قيل ويقال بحق المجلس الحالي واعضائه الا انه استطاع ان يخرج من جلساته حزمة قوانين كانت عالقة منذ سنوات وبناء على هذه المعطيات استطلع الراي اراء بعض النواب من حيث تقييمهم للتجربة واوعود الانجاز في المرحلة المقبلة ربا بداح معها التفاصيل خلال شهر من العمل البرلماني استطاع مجلس الامة بنوابه ان يثبت للمشككين فيها بانه مجلس انجاز وعمل وتشريع فجلسات البرلماني تعقد ولجانه وقوانين تشرع وتنجز هكذا هو العمل البرلماني الجاد يقول ناف فيصل الكندري الذي قال ان العزيمة التي يتحلى بها اعضاء هذا المجلس لن تتوقف المجلس اثبت بان جاد بان الجلسات تعقد في وقتها ساعة 9 صباحا وتستمر حتى نهايتها بكامل نصابها وايضا اللجان جميع اللجان تعمل وبحضور كامل اعضاءها ولم تعتذر اي لجنة او لم يكن فيها النصاب هذا دليل واضح بان هذا المجلس اتى للانجاز الفعلي ونبشر ان شاء الله اخوانا المواطنين باننا باذن الله ستكون الكويت وستلد الكويت من جديد باذن الله تعالى استطاع مجلس المتي حتى اليوم ان يقرى قوانين هامة تمثلت بالموافقة على مرسوم الضرورة الصادر بشأن الوحدة الوطنية ومكافحة الفساد وقوانين النزاهة واخرى اقتصادية كقانون الشركات التجارية وخصخصة الكويتية وقوانين عديدة خرجت من رحم جلسات البرلمان لكن التطلع الى الافضل هو حال النواب الذين تحدث بلسانهم ان اب عبدالله المعيوف معددا ابرز القضايا التي سيركز عليها اعضاء البرلمان في المرحلات المقبلة احنا اليوم قاعدين نشتغل على ان يكون هناك تطمين للشعب الكويتي ان السكن اهم مقومات المجتمع الكويتي السكن والتعليم والصحة والعمل والامن هذالي هي مقومات اي مجتمع ناجح احنا اليوم نبي انفعل هذه المقومات الغضية الثانية اليوم نبي انطمن الامواطن الكويتي ان اذا تخرج من الجامعة او تخرج من اي معهد انا يلاقي فرصة العمل مواتية يعني قبل الله يتخرج يلاقي فرصة العمل موجودة ما يقعد سنين ينتظر عمل والحكومة تصرف عليه وهو قاعد بيتهم واليوم احنا قاعد ناسس بطالة مقنعة من خلال عدم ايجاد وظائف في الحكومة والى الايام القادمة يتطلع المواطن ان يحقق فعلا نواب الامة وعودهم الانتخابية فتنجز القوانين المعلقة منذ سنوات بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الانتخابية رباب بداح الراي وخلال حفل غداء على شرف المحررين البرلمانيين قال النائب سعد البوس ان الاولويات النيابية متوازنة تماما مع التطلعات السامية لامير البلاد مضيفا بان المعطيات الراهنة ايضا تؤكد التطابق بين كل من الاولويات الحكومية والبرلمانية على حد سوى كما اوضح النائب خلال اللقاء بان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية سوف تنتهي غدا من تقريرها النهائي بشأن مقترحات اسقاط فوائد القروض تطلعات النواب هي متوازنة تطلعات سامو الامير احنا وياه ماشي في خط واحد نعم فهذا الشي يسعدنا كلنا يعني احنا ما احنا شايفين في المنظور اللي احنا شايفين احنا شايفين مؤشرات حكومية تتعارض مع تطلعات المجلس افدا احنا شايفين وعود وشي يعني ان شاء الله انا مكمل لنوايا المجلس ما احنا بعيدين من بعض ان شاء الله ان الحكومة حسب اعتقادي عندهم توجه ان شاء الله طيب نحو التنمية وهذا هو هدف هدف الجميع هدف المجلس وهدف الحكومة اللي جان مثل ما قلت لكم اعتبارا من يوم الاحد من بعشر يمكن لجنة الاقتصادية اللجنة المالية راح ينتهون من اعداد تقرير اسقاط الفوايد القروب النجازات اللي سوناها خلال شهر ونص انا اعتقد شي زي وللحين احنا في البداية لالحين احنا الاولويات ما انتهينا منها لوليات اللي جان او شلو انتبه يعني اه اه تقيم مجلس وللحين وللحين يعد نخلص بس من الاعداد لكل حادث حديث حكوميا اكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح استعداده للاجابة على جميع الاسئلة البرلمانية وبكل شفافية مضحا انه لن يتردد في اصلاح مواضع الخلل في حال تأكد من وجودها بعد البحث والتدقيق وقال الصالح في تصريح له ان الاختلاف امر محمود اذا كان ضمن اطار المصلحة العامة لانه يفضي الى المزيد من الانتاجية في العمل والتنوع فيه كما اضاف ان لنواب الامة كل الاحترام والتقدير مبديا الاستعداد الحكومي للتعاون مع النواب في سبيل الوصول الى كل ما يصب في صالح الوطن والمواطن وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي اكدت على ضرورة ارتباط القدرات التنموية لأي بلد بما لديها منطقات بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على التعامل بفاعلية مع احداث المستجزات العالمية مضيحة ان العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لاي مجتمع واوضحت دشتي في تصريح لها بمناسبة الاستعداد لبدء دورة تدريبية عن الاستثمار البشري اوضحت ان الدول على اختلاف تصنيفاتها الانمائية تحرص على اعداد ودعم وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تنفيذ الرؤية الشاملة للدولة على اعتبار ان العنصر البشري هو العمود الفقري للتنمية بلدية الكويت واصلت حملتها الموسع لاخذ العينات الغذائية العشوائية من المخازن الغذائية بهدف التأكد من الالتزام بمعايير السلامة للمنتجات الغذائية واخضاعها للفحص الدوري وضمان صلاحية منتجاتها للاستهلاك الادمي حيث كانت محطتها الثالثة في منطقة العرضية بمحافظة الفروانية ونفذت مراقبة الاغذية والاسواق التابعة لادارة التدقيق ومتابعة الخدمات بفرع بلدية المحافظة بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بالبلدية هذه الحملة الميدانية على عدد من مخازن المنطقة مؤسفرة عن تحرير عشر مخالفات أبرزها بيع مواد منتهيات الصلاحية مشروع إنساني هو الأول من نوعه على مستوى الجمعيات التعاونية في الكويت نفذته جمعية الفيحاء التعاونية حيث جهزت حافلة لنقل المرضى من ذوي فئة المعاقين لمراجعة الدوائر الحكومية والمراكز الطبية وتخليص المعاملات ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات مساندة لأهالي المنطقة ويسهم في التخفيف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة تقرير لمحمد لحياري الحاجة أم الاختراع مقولة جسدتها مبادرة إنسانية لأحد المواطنين ما لاقت استجابة من إدارة جمعية الفيحاء التعاونية بهدف تنمية المجتمع وخدمته هذه السيارة وضعت خدمة لخدمة المنطقة وخدمة أهل المنطقة رأينا باقتراحات من بعض المساهمين أن هناك مشكلة لهم عند مراجعة المستشفيات ومراكز الحكومية لقضاء احتياجات كبار السيديات حتى الخاصة فرأينا اقتراح أننا نعمل عمل سيارة هذه مجهزة تجهيز كامل لمساعدتهم لقضاء احتياجاتهم حاجة أحد المواطنين والتكلفة العالية المترتبة على نقل قريبه للمستشفى ولدت لديه اقتراحا بتوفير حافلة لنقل المرضى إلى المستشفى اقتراح تبنته جمعية الفيحاء التعاونية حيث اشترت حافلة جديدة وهيئتها لتصبح قادرة على تحميل المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة ونقلهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية تعاون مركز مستوصف فيحة زهما الخير إلى أن يوفروا لنا ممرض أو ممرضة حسب الحالة التي تكون معانا يرافق المريض إذا كان يحتاج بالإضافة إلى والشير نفسه إذا كان ما عنده الشخص والشير موجود معانا والشير وسائق مثل ما قلنا فهذه الفكرة انشأت على الأساس هذه بناء عليها قدمناها والحمد لله أشترينا السيارة ووضعنا الإعلان عليها ورخصنا الإعلان وبالإضافة إلى جهزناها جميع التجهيزات اللازمة لها تكلفة الحافلة وتجهيزها يعد بسيطا إذا ما قرنا بالخدمات التي ستقدمها لعموم أهل الفيحة كلفت من خمسة ستة ألاف ديار غير الآلة التي تعمل في الهتياجات الخاصة تقريبا تكلفت لألف ديار ألف إلى ألف ونص تقريبا ألف إلى ألف وخمسة ديار وتقريبا تحمل وزن من 100 إلى 120 كيلوغرام هذا عملها وهي مجهزة لمساعدتهم للصعود للسيارة الفكرة الإنسانية اصطدمت بالعديد من المطبات الحكومية أثناء التحرك لترخيصها بالرغم من كونها نابعة من غاية تطوعية خالصة هدفها تقديم خدمات اجتماعية في البرغراطية الموجودة في العمل الحكومي أي معاملة تأخذ شهرية ثلاثة شهر أربعة شهر مع أن العمل هذا المساعدة للناس فالمفروض أن تسهل الحكومة عليه أو تسهل الجهات الرسمية خذنا تقريبا من الشؤون تقريبا ثلاثة شهر روح البلدية أربعة شهر خمسة شهر فهذه الشغلات هذه تتأخذ العمل يعني تقريبا من الفكرة من الفكرة التي بدأنا فيها المشروع هذا والاقتراح تقريبا نخذنا تسع شهور أو تقريبا عشر شهور على ما بدأنا في عملها وتساهم الفكرة الخيرية بخدمة أهالي منطقة الفيحاء وتقديم خدمات مساندة للقطاع الصحي والتخفيف من معاناة السكان من ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن توفيرها من أجل نقلهم للتنزه محمد الحياري الراي نشتنا ما زالت متواصلة فيها بعد الفاصل الأعمار يؤكد هدف بيتك في التوسع عبر الأسواق الخارجية لبناء كيان استثماري من جديد أهلا بكم الرئيس الترفيذي لبيت التمويل الكويت محمد العمر قال إن بيتك يستهدف توسيع تواجده في الأسواق الخارجية إذا ما توفرت الفرص المناسبة لبناء كيان استثماري يحقق عوائد جيدة وأوضح العمر في تصريح له بأن الهدف الاستراتيجي الذي يتبنى بيتك في استثماراته دائما هو أن تكون طويلة الأمد وتمثل قيمة مضافة للمجتمع الذي تعمل فيه مضيفا إنه ثمت حركة إيجابية في بعض الأسواق تجري دراستها لبحث أفضل السبل لاستغلالها بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لبيتك وهي عملية مستمرة بشكل دائم ومهني ومتخصص على حد وصفه سعر برميل النفط الكويت ارتفع ب69 سنة في تداولات يوم أمس ليستقر عند مستوى 109 دولارات وثمانية سنتات للبرميل وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار بعد أن دفعت مبيعات جني الأرباح الأسعار نحو التراجع عن مستويات مرتفعة سجلتها في الساعات الأولى من بدء عمليات التداول نجتتنا ما زالت متواصلة وفيها بعد قليل المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبي الخليجي يوافق على إلغاء دورة الألعاب الشاطئية ويتخذ قرارات أخرى من جديد أهلا بكم في ختام منافسات الجولة الحادي عشر لبطولة الدور الممتاز لكرة القدم أسفر لقاء السلمية والنصر بالتعادل السلبي في المباراة التي جرت بينهما على الساد ثامر بناد السلمية وتقاسم الفريقان مجريات المباراة وأضع عدة فرص سهلة لم يتمكن من خلالها أي فريق في هزي شباك الآخر لا سيما فريق النصر الذي لم يستغل طرد حارس مرمى السلمية نواف المنصور في الربع الساعة الأخيرة من المباراة وبهذه النتيجة يرفع كل منهما رصيده نقطة واحدة حيث أصبح رصيد العنابي 11 نقطة وفي المركز الخامس بينما أصبح رصيد السماوي 9 نقاط وفي المركز السابع الحمد لله على كل حال يعني لحنا طلعنا خسرانين يمكن أدينا الأداء المطلوب الشاط الثاني الشاط الأول ما كان أداء المطلوب أدينا الشاط الثاني أداء المطلوب من المدرب الحمد لله شفت الفرص اللي استغلناها وهاجمنا للفريق السالمية والله ما كتلبنا أن نقوّل والحمد لله يعني النقطة أحسن من لا شيء والحمد لله يعني حين وخاصة أنتواقف بالدوري صالة يمكن شهرين تقريباً واقف الدوري كلها كاس الاتحاد ومباراة الدوري تختلف عن كاس الاتحاد فالحمد لله يعني همشي أننا ما خسرنا ثلاث نقاط أخذوا نقطة من فريق السالمية فريق السالمية فريق قوي يعني والحمد لله على كل حال أتوقع أن السالمية ما صح إلا يمكن بعد الطرد القيم الأول أنا مجهة نظرية يعني حجماتنا يعني ما كانت بالمستوى اللي إحنا كنا نطمح لضودي النصر الفريق كان فاغ التركيز يمكن بعد بعد الطرد أتوقع أتوقع أن السالمية يعني أنا خب يعني أنا عارفة أن الفريق الناقص يمكن شوي يكون متحفظ أكثر إحنا بعد بعد الطرد يعني ما شاء الله حصلنا أكثر من فرصة لكن قدر الله ما شاء فعل يمكننا اليوم فاغدنا تركيز بانقطاع طويل عن الدوري ما يكون التركيز المهم إن شاء الله بالمباراة اليايا نحاول نعاوض إن شاء الله طبعا أقول هارد لك حق فريقنا السالمية وقود لك حق فريق النصر لأن نحن سالمية إن دقيقة كنا أفضل منهم ضيعنا فرص حصل طرد في المباراة وهو أهم لاعب هو حارس المرمى وضيعني يعني فرص كثيرة وبالتوفيق حق الفريق إن شاء الله اللعبات اليايا مثل ما أنت عارف مثل ما قلت ما أستغل لنا الطرد أمانا فريق قوي سالمية أسامي لعبين عندهم مدرب غدير حاولنا ولا ما قدرنا يعني نحن مثل ما نهاجم نتحفظين يعني لا يديش علينا قول ونخسر المباراة يعني الحمد لله لكل حال ما قسروا شابعتهم لعافية لا تنسى أننا عندنا نقسم ست لعبين المحترفة والمباراة لعبيانة بالدوري كذا لعب مصاب توراد لكن يعني نتيجة مرضية بالنسبة لنا الحمد لله لكل حال أعلن المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية لجول مجلس التعاون الخليجي إلغاء دورة الألعاب الشاطئية الخليجية التي كان مقررا إقامتها في المملكة العربية السعودية في إبريل المقبل وقال رئيس المكتب عبيد لعنزي عقب الاجتماع الخامس والسبعين الذي عقد في الكويت أن الاجتماع وافق على اعتذار اللجنة الأولمبية السعودية على عدم استضافة هذا الحدث الرياضي لأسباب إنشائية على انتقام في قطر العام المقبل وأشار العنزي إلى أن المكتب أقر تشكيل لجنة لاختيار أفضل لجنة تنظيمية خليجية من بين اللجان الستة والعشرين السابع للمجلس والقائمة حاليا وذلك لتشجيعها على تنظيم البطولات الخليجية باعتبارها طريق الصحيح لتطوير الرياضة الخليجية كما اتخذ عدة قرارات أخرى اليوم اجتماعنا كان المكتب التنفيذي الذي يضم جميع دول مجلس التعاون من أبرز البنود التي ناقشناها وهو احتذار المملكة العربية السعودية عن استضافة العام الشاطئية لدول مجلس التعاون المفروض هي راح تقام في بداية بريل القادم ولكن طبعا اليوم المندوب السعودي طبعا احتذر عن غامة البطولة وذلك لأمور إنشائية يعني يمكن بالإنشاءات وتم طبعا ما أجلت البطولة تم إلقاء البطولة لهذا العام واستضافت النسخة الثالثة اللي هي طبعا النسخة الأولى كانت في مملكة البحرين استضافت النسخة الثالثة دولة قطر الشقيقة اللي راح تقام إن شاء الله في 2014 بإذن الله تعالى طبعا في مشكلة في كرة السلة أنتم عارفين أن هناك غرامة مالية كانت من الاتحاد الدولي لكرة السلة على اللجنة التنظيمية لكرة السلة وعلى الاتحاد الكويتي لكرة السلة يمكن بالنسبة لقرامة اللجنة التنظيمية لكرة السلة يمكن ثلاث دول ادفعت الغرامات اللي عليها وفي ثلاث دول لم تدفع الغرامات وهذا خلّ أن عقوبة الكويت معلقة إلى الآن فاليوم يمكن جاءنا أحد أعضاء اتحاد السلة الكويتي وشرح الموضوع وتفهمه والأخوان الدول الثلاثة اللي يمكن ما دفعت المبالغ اللي عليها إنها إن شاء الله بس ترجعون راح تدفع أساساً الكويت لا راح يعني ما راح يستمر يغاف الكويت وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بمتابعتنا عبر موقع تويتر ات الراي ميديا جروب وكما يمكنكم مشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب في أمان الله